موسيقى الى بركة كبيرة تحولت مزارع التوت الارضي الفراولة هذه في شمال قطاع غزة جرال امطار الغزير التي هطلت على القطاع خلال المنخفض الجوي الذي غادر مخلفا وراءه دمارا واسعا في القطاع الزراعي احنا عنا زي ما انتم شافين على الارض الواقع خسارات عنا كل البزيلة انعدمت البطاطا انعدمت الجزر انعدم الحمامات انعدمت كلها زي ما انتم شايفين على الارض الواقع عنا التوت غرق والاراضي كلها غرقت والبطاطا غرقت والمي ضمرتنا وفيش ولا واحد مدور علينا الكبشات كلها انشغلات عند البلد يقال بنقضن الناس واحنا المزارعين غرقانين للأبد مش عارفين ايش نسوي المشهد ذاته ينطبق على الاراضي الزراعية في محافظات القطاع الخمس الدفئات الزراعية والزراعات الخارجية والثروة الحيوانية وغيرها تكبد اصحابها خسائر فادحة كجزء من تداعيات منخفض الجوي واقع يلقي باعباء مالية جديدة على المزارعين الذين يعانون اصلا من ازمات مالية متثاقمة احنا بنطالب يعني المساعدة احنا نقدر نقف ونزرع على رجلنا يعني هو هذا يعني ما ضلش معنا اي حاجة كنا بيعين ذهب نسوينا ومصاردين قروض من الجمعيات انقاذ الموسم الزراعي الحالي من الضياع اذا يحتاج الى تعويضات كبيرة للمزارعين علهم ينجحون في استعادة عافيتهم وضمان استمرارهم في فلاحة ارضهم استمرار يرتبط بالتمويل الذي ما زال مجهول المصدر احنا عنا يعني خمس ايام موجة برد وعاصفة وهوى ما خلت لا حمامات ولا بيوت بلاستيكية ولا توت ولا بطاطا حتى كل الزراعات اللي بره الحمامات اتضمرت من التلوج كمان مرة بكرر وباطلب من كل واحد عنده ضمير حي يمد ايد العون للمزارعين لان المزارعين ما ضل عندهم اشي اللي يقاوم المزارعين انتهوا 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 انتشرت طواقم وزارة الزراعة في كافة محافظات ومناطق قطاع غزة خلال ايام المنخفض الجوي ولا زالت وذلك لارشاد المزارعين والتقليل من حجم الكارثة التي حلت بهم لتقييم الخسائر والاضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي حيث بلغ اجمالي تلك الخسائر سبعة ملايين وسبعمائة واربعة عشر الف دولار المزارعون الغزيون الذين يحذرون من ضياع موسمهم الزراعي اذا لم يتلقوا التعويضات المناسبة يعتبرون ايضا ان فلاحة ارضهم لا تتعلق فقط بتوفير مصدر رزق لابنائهم لكنها تمثل كذلك جزءا من مقاومة الاحتلال والحصار خصوصا في المناطق الزراعية القريبة من الحدود محمد الاسطل تلفزيون القدس قطاع غزة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة